السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع حلقة جديدة من اسأل سيزار ليش بطلت أرد على تعليقاتكم البعض صار يكتب أنه سيزار صار شايف حاله علينا ما برد على التعليقات ما بعبرنا صحيح صحيح أني ما بكتب ولكن مش معناه أني ما بعبركم بالعكس أنا حكت لكم أنه صار عندي تعليقات كثيرة بتجيين على يوتيوب وبتجيين على فيسبوك وبتجيين على تيك توك وعلى انستجرام مش ملحق لو بس بدي أقعد كل يوم أجاوب التعليقات يخوان ببطل عندي أي يوم أني أصنع محتوى ما عنديش وقت أني أقعد مع أهلي أسوي أشغالي ما فيه فبقدرش أرد على واحد وما ردش على الثاني لذلك حكت لكم أنا رح أحاول على الأقل أوجه كل التعليقات أكتبه التعليقات بشوفها وبحاول يعني أتواصل مع حالي إذا حدا عنده شغلة شخصية يكتب ليها على انستجرام بحاول أجاوبه حدا عنده سؤال بيحب أنه يطلع بإسأل سيزار يكتب سؤاله إذا مثلا شفت أنه ما كررته أنا مناسب أو عندي جوابه بحاول أحطه بالفيديو عشان هيك بحاول أعمل يعني إسأل سيزار كثير كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين لحتى أجاوب أكثر أسئلة ممكنة فسامحوني أني ما بردع تعليقات ليس تكبرا لا والله ما هو تكبر إخوان لكن ما بقدر فلذلك أي سؤال شخصي ودوه على انستجرام أي سؤال بتكتبوه يعني هذا يعتبر دعم منكم يعني أجزاكم الله خير لكن ما تعتبروه أنه تكبر الله يزيكم خير وما بطلب منكم تكتبوا تعليقات زي بعض الناس حكولي أنه عشان يجيب مشاهدات أكيد بدي مشاهدات بس ما يعني بقدرش أفرض المشاهدات خلص أنا بقدم اللي عندي و الله كريم فأنا مش بس بدور عن مشاهدات أنا بدي مشاهدات أكيد لكن مش هذا الهدف السامي تبع صناعة المحتوى كان الهدف أنه نعمل إشي مفيد أول إشي ومرضي لله طبعا مفيد بمعنى أنه مرضي لله ومن ثم برضيكم أنتو بعدين يجيب مشاهدات بعدين يجيب دخل هذا أصدق منيك ما فيش وأشف شف أشف شف أكثر أشف فيه منيك ما فيه فأرجاء رجاء يعني يتفهموا وضعي والله يزيكم خير هل شراء هاتف السوني اكسبيريا 1 مارك 6 حاليا مناسب وهل هذا الهاتف يستحق بما أنه طلع وصار موجود هذا الهاتف اللي بده يشتريه بده يكون منعه الشاق السوني أول إش ليش لأنه لما تمسك الهاتف وتأخذ مثلا الجالكسي اس 24 ألتر أو الانر ماجيك ست برو أو الايفون وتروح تنافس بالتصوير مثلا الهواتف هاي كلها بتغلي بالسوني مع أنه هاتف جاي من السوني هاتف معمول عشان يصور باحترافية إن كان فيديو ولا فوتوغرافي اللي بيصير إنه الإعدادات العادية إنك تمسك تصور تشيك كيك تصورت صورة ولا صورت فيديو على سوني مش معمولة تعطيك أفضل نتيجة عشان تأخذ أفضل نتيجة عاملين تطبيق للتصوير الفوتوغرافي وعاملين تطبيق للتصوير الفيديو الاحترافي حتى فيه تطبيقين كنو واحد بروفيشنال واحد عادي فيه تطبيقات خاصة بدك تدخل عليها بدك تعرف الإعدادات وتعدلها وتكون فهمها شو بتسوي وكيف الضو بتعامل مع الكاميرا عشان تقدر تطلع بصورة ممتازة أنا حضرت بعض المراجعات أو المقارنة لكاميرا لحد الآن ما بشوفه بتفوق على الأجهزة الموجودة حاليا لكنه تقدم والتطور فممكن يشوف السوني اللي بعد هذا يكون فعليا منافس قوي لكل هاي الأجهزة هل بنصح بشراء هذا الهاتف مش موجود في بلادنا كلنا تقريبا فإذا بتكتشتريه على أغلب بتكتشتريه من أوروبا أو أمريكا أو اليابان إذا هو بس هذول الدول بنباعه فيه فأنت ما راح تاخد كفالة وبصراحة لو معك مصاري أشتري أنا لو فيه فلوس يعني لأنه حقه 1300 1400 دولار يعني مش جهاز سهل تجيبه فلو معاي فلوس بجيبه أنا هل الشراء من المواقع الصينية آمن؟ هذا السؤال بيجيني كتير يا إخوان من وين أشتري من الصين وكيف أشتري بحيث أنه ما ينضحك عليه الشراء من الصين ميزاته أو إيجابياته بتلاقي خيارات مش موجودة في أي مكان آخر السعر المفروض يكون الخيص وبس هاي الميزات السلبيات على أغلب كثيرة شوفوا ناس تسألوني بدنا نشتري هاتف مثلا زي الأوبو فايند اكس سيفن أولترا هذا الجهاز فخم قوي جدا ولكنه موجه فقط لسوق الصيني ما راح تلاقيه برا الصين فإذا بدك تشتري من هناك من وين تشتري علي إكس بريس علي بابا تابو في مواقع كثيرة ما فيه إشي أو طريقة صح أنك تروح تشتري من هناك حسب علمي أنا مش كثير خبير ولكن سألت بعض الناس أنا بالنسبة لي ما بشتري ولكنك تروح تشتري وتأخذ هذا الغرض 100% يزوط معاك مش إشي سهل أتوقع أفضل وأحسن طريقة أنك تشتري إشي من الصين تشتري من الستور اللي هو أونلاين ستور تبع الشركة نفسها يعني أنا كنت أحكي عن هواتف الريدماجيك صح لما كنت أحط لك رابط الشراء من الصين هذا الرابط من الشركة الأم فالشركة الأم بهمها تعطي لزبون تجربة ممتازة بهمها يوصلك الجهاز ولا يعني إذا أنت رحت اشتريت وطلعوا نصابين وكتبت عنهم والثاني اشتري وطلعوا نصاب وكتب عنهم خسروا المصداقية لذلك يعني حاول تشتري من معرض الشركة الأم أو من موقع الشركة الأم هاي بالنسبة لأأمن طريقة إذا بدك تروا على علي إكسبرس مثلا دور على بياعين عندهم الريتنج عالي كثير يعني كيف الريتنج عالي كثير ناس شارين منهم أرقام كبيرة هذا ممكن يكون كويس وبدك تنتبه حتى لو المنتج رخيص لما تشحن على الأردن أو على الإمارات من الصين عندك شحن قيمة شحن حيكلفك فلوس وبالأردن مثلا غير الشحن بدي يخش على الجمرك وفي جمالك رح تدفع جمالك شئتها أم أبيتها بالذات إذا تليفون فهل أنا بنصح تشتري من الصين؟ لا اشتري من بلدك أو من بلد عربي أنا إذا ما بلاقي بالأردن بشتري من أمازون الإمارات وبروح على الإمارات وبجيبه معي إيك ما سوي إذا ما بتقدر تروح خلي حد يجيب لك يا هل يوجد هواتف لا تعاني من الحرارة؟ بنسأل عن هذا الموضوع إنه بدي هاتف ما بيحمى ما عندي جواب ما في إشي زي هيك أنا نفسي بحمى إنت نفسك العبرياضة بتحمى روح على الشارع بالحر إذا ما بتلعب جيمز إنت بتطلب من المعالج يعطيك طاقة وقدرات كبيرة عشان يشغل هاي الجيمز فهو بيشغل أول دقيقة خمس دقائق عشر دقائق ساعة حسب الشركة بعد فترة حيبلش الحماة وتطلع أجهزة كثير رح تشتغل وتحمى بس ما رح يتأثر أداء كثير في أجهزة بالذات الأجهزة المتوسطة والأجهزة النحيفة رح تحمى وحتخس أنه الأداء بلا شينزل رح الجهاز ينزل أداءه عشان ما يتأثر ما ينضر إذا أنت بدك جهاز جيمينج والحرارة ما تأثر فيه بدك عم جد تشتري تليفون متخصص بالألعاب وزي مثلا الريد ماجيك زي الأسوس ر او جي هذول هواتف متخصصة بالألعاب عندهم تبريد أحسن هذول أفضل تجربة للألعاب إني أحكي لك ما في جهاز بيحمى ما في هذا حكي مش موجود هل التحديثات بتخرب الجهاز ولا بتزبط الجهاز منطقيا التحديثات المفروض تصلح الجهاز وبالعادة التحديث ما بيجي يعني يصلح مشكلة وحدة بيكون فيه عدة مشاكل بسموها باقز ببلش يحل بهاي المشاكل في النهاية شو يعني تحديث هو عبارة عن كود برمجي كتبوا حدا ناس مواطنين زينا زيهم بيجيهم فيدباك إنه والله لما بنشغل انستجرام بيعلق على جهاز مثلا سامسونج ليش بيعلق بروحوا سامسونج بتودي للتيم بيشتغلوا طبعا فيه بروسس كتير معقدة وكبيرة ما بدأ نشرحها هون بس بتودي للشخص المطلوب اللي يصلح بيشوف المشكلة ويشوف السيناريو كيف صارت المشكلة بيحاول يكتب كود يحل هذا السيناريو بس يخلص هذا الكود جزء من هذا الكود هو جزء من البكيش تبع التحديثات ما بدك بالتفاصيل كيف بيجهزوا هذا البكيش فلما بتوصل للتحديثات تبلش تحل المشاكل إذا الكود ما كان 100% مغطى يعني امتسط صح بتطلع مشاكل وأعتقد هون وين ببين أعتقد بالأجهزة المتوسطة ورخيصة يمكن الشركات مش كثير بيهتموا إنه والله التحديثات تكون امتسطة مش 100% 200% فبتمر أشياء فممكن يخرب هاي النقطة ولكن إذا بتتذكروا صارت حتى مع أبل على الأجهزة العليا أبل لفسها بعظمتها نزلت تحديثات كسرت الدنيا خربت الجهاز وتراجعوا عن التحديثات بسموها عملوا تراجعوا عن التحديث فالتحديثات موجودة عشان تحل المشاكل لكن ذلك لا يعني إنها ما رح تعمل مشاكل ممكن تعمل مشاكل لكن مش دايما بالذات بالأجهزة العليا مش دايما النقطة الثانية بدي أحطوا بذنبتي بس أنا مش متأكد أنا بتخيل بتخيل مثلا بعض الشركات لما الجهاز صار عامو ثلاث سنوات ممكن يتودله تحديث يتضبط بعض المشاكل ويخفط أداء أشياء يخفط أداء البطارية أو المعالج وهذا صارت من شركات كبرى وانتو عارفين عشان انت تزهق واتروح تشتري جهاز جديد وهذا بصير هي حطت بذنبتي اللهم منصر أهلنا في غزة ليش بحب نظام هواوي هذا سؤال أجاني على أتوقع على إنستجرام أنا ما بحب نظام هواوي ولا مرة حبيته اللي هي الواجهة ما بحبها ما بحكينها سيئة بس مش هي المفضلة لدي في عندي واجهات أخرى مفضلة لدي وحاليا سامسونج يعني بفضلها أكثر من واجهة هواوي nothing أكيد أكثر وغوغل هو لحد يمكن الأقرب صار لقلبي جوجل و nothing اللي هو بيكسل و nothing كواجهات أقرب إلى قلبي أما الواجهة الأنضج بعتبرها سامسونج يمكن ما حبش فيها شغلات أشكال معينة بس سامسونج صراحة ممتازين ليست المفضلة لدي لكن أنا الشركة بحبها آه صحيح هاي الشركة دعمتني في بداياتي وما قصرت معي هتقول لي آه عطوكم فلوس وشيء هيك لا يا زلمة دعمتني شو معنى دعمتني أنا عندي متابعين عندي مشاهدات الشركات مش ترديني نشتغل معي هي أجهة آه تعال بنا نشتغل معك هاي أجهزة هاي السفريات وهاي campaign تمام؟ عادي هذا الإشي أنا بدي إياه فلذلك هواوي أنا ما بنسي يعني أنا إنسان اللي بحترمني بحترمه وصاعين اللي بيقدرني بقدره وصاعين اللي ما بيقدرني بس ما بيقدره مش ضروره أعملها أكثر أدوبل anyway فهواوي بحبها دعم مع إنه هس هواوي علاقتي مع هواوي ضعيفة لإني أنا بعيد عن هواوي الإمارات فما فيش علاقة يعني أنا بعيد أنا في الأردن فبتذكروني ما بتذكروني بس مجزعلان عادي مجزعلان هل بتوخد فلوس بدل صناعة المحتوى؟ بدل هاي الفيديوهات بدل الأجهزة اللي بتوصلك طبعا أو بحاول يا إخوان أنا بدي أشرح لكم الشغلة عشان تفهموها للناس اللي رايحين على صناعة المحتوى إنت ممكن تجمع جمهور وصور عندك متابعات ومشاهدات قوية وممكن تروع على الشركات وتكون ضعيف تحكي لهم آه أوكي أعطوني مبلغ بسوي لكم البتكوية بحكي البتكوية هون إنت غلطان أمام رب العالمين وقدام الناس لا مش مطلوب منك تعمل هيك مطلوب أنا بالنسبة لي ودائما كنت أحكي عن هذا الموضوع ودائما أحكي للشركات يا جماعة الخير ما بتقدروا تشتروا ضمائرنا أو رأينا ما بزبط تقدروا تدفعونا فلوس بدل التعب بدل الجهد بدل إني بدي أحط مثلا محتوىك أو تليفونك على قناتي اللي عندها متابعين هاي البدلات آه بدي إياها بدل ما أروح أغطي لك مؤتمر أو افتتاح محل أو what ever هذا أنا بدي بدله أجر تعب أنت بتروع على الدكانة بتقوله علبة مي بقول لك هات 20 قرش يازال معطيني أبلاش ما برضى بدك تدفع 20 قرش أنا بتجيني الشركة قاعد بقعد 10 أيام أو أسبوعين تصوير فحص روحة جايك أشياء لازم يعطوني بدل هذا التعب بس مش بدل رأي فأنا شرحتهم اليوم مرة يا إخوان الكامبينز اللي بتصير مش بدل رأيك هذا الشغل رأيك بتحكيه بالمراجعة أنت وضميرك مع رب العالمين بتحكي السلبي بتحكي الإيجابي بطريقة مؤدبة محترمة نعم عادة عن هيك ما فيش عندي شي يحكيه يعني حتلاحظوا أنه أنا الشركات اللي بتشتغل معاي معدودة على الأصابع طيب باقي الشركات اللي بشتغلوا بودوا الأجهز وما بدفعوهم مثلا فلوس هل أنا بسب عليهم؟ أنا الآيفون بشتري حسابي سامسونج بشتري حسابي هل بسب عليهم؟ بسبش ليش تسب عليهم؟ بحكي رأيي باللي شفته عاجبني أو مش عاجبني لكن اللي بيجي بيحكي آه أنت مدفوع لك ما تحكي هيك أنت ما بتفهم إيش معنى الكلمة هاي إحنا ما منبيع ضميرنا عشان بس والله يجي واحد يدفع لي فلوس لا أنا بحاجته ولا بحاجتك حتى أنت لأنه الرزق على رب العالمين وكلنا هيك أنا حسب ما أعرف كل الشباب التقنين هيك بدون استثناء فما تتهم وما تقول هذا مطبل وهذا مش عارف شو خلص الريلمي جي تي نيو 6 وفي قديم واحد هاتف قديم هو شاومي 13T برو هدول أجهزة قوية رح أعمل عنهم فيديو مين أشتري فيهم بس بدي أحكي بسرعة يعني بعض المعلومات السريعة من ناحية الشاشات عندهم كلهم شاشات حلوة لكن الريلمي عنده شاشة LTPO بربح هو المعالج كلهم عنده معالجات قوية ولكن أحدث معالج الثماني اس الجيل الثالث الموجود على الريلمي برضو بربح ريلمي الكاميرات شاومي عندها أقوى كاميرا فيهم قصدي 13T برو بالنسبة للواجهة بينهم كلهم بحب واجهة ريلمي بالنسبة للبطارية بطارية الريلمي أكبر وشحن سريع 120 وط وحتى السعر من ريلمي أقوى فواضح صح وينك تروح ولكن إن شاء الله رح أحاول أعمل فيديو شو أشتري عن هذول الثلاث أجهزة انتظروني قريبا مش عارب قديش قريبا يمكن سبوع سبوع عين ثلاثة ليش سامسونج متمسك بصناعة معالجات إكزينوس معينها سيئة لا مش سيئة يعني ما بقدر أقول لها سيئة لما نحكي هسا إكزينوس 24-02 آخر معالج من سامسونج أداءه كان رائع وشفت كثير فحوصات بتقارن بين المعالجات الأداء تبعي المعالج ممتاز ولما بتبسك جهاز عليه إكزينوس وأنا جربت إكزينوس 22-02 كان معي ما حسيت والله إنه والله السامسونج هيك ضعيف ما تببين معك أنه ضعيف لما تيجي تعمل عليه stress test أو مثلا بتشغل عليه geek pinch 5 أو 6 مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وراء بعض وراء بعض بتحس أنه تعب آه لما بتلعب games ساعات أطول بتحس أنه والله آه تعب لكن لما أنت تشاري الجهاز عشان كاميرا عشان استخدام عام ما رأى عمرك تحس بهذا الموضوع لذلك سامسونج رح تضلها تصنع إكزينوس ورح تضلها تطور إكزينوس مش عشان اسمها بس لأنها بدها تبيع لما بتبيع إكزينوس لكل هواتفها بتخفع على تكاليفنا الشراء من شركات أخرى هاي أول نقطة نقطة ثانية بعض الشركات إذا اقتنعت بمعالجات إكزينوس حصير تشتري من سامسونج معالجات كيف كوالقم بتبيع معالجات سامسونج بصير تبيع معالجات فهي ما رح تتخلى عن إكزينوس ما هو الفرق بين Thunderbolt 3 و Thunderbolt 4 مع أنه طلع Thunderbolt 5 بس هذاك عالم آخر خليه لحاله ومين أكثر حدا بيستخدمها؟ أبل هاي التقنية حاولوا يعملوا بمدخل واحد اللي هو مدخل Thunderbolt مكان بيغطي عدة مداخل لذلك حتلاقيه بنقول فايلات إن كان فيديو أوديو ملفات حتلاقيه بيشحن شحن سريع حتلاقيه بيقدريش بكع شاشات ذات قدرات عالية وهذا مدخل واحد يعني ما فيش داعي مثلا يكون عندك Thunderbolt 4 ويكون معاك مثلا والله HDMI أو مثلا يكون معاك مدخل DisplayPort ما في داعي واحد بيكفي بعدين سرعة نقل البيانات Thunderbolt 4 و3 40 جيجابيت بير سكند لكن الفور كفرق بينه بين الثري مثلا واضح تقدر تشبكه على شاشة 8K أما Thunderbolt 3 لا ما بتقدر تقدر تشبكه على شاشتين 4K Thunderbolt 3 و Thunderbolt 4 طبعا لكن الوحدة 8K لا Thunderbolt 4 لازم يدعم 100 واط كإشي أساسي كشحن الثري مش ضرور يكون أساسي إنه يدعم 100 واط يقدر يوصل لـ 100 واط لكن ممكن تلاقيه بدعم شحن أقل حسب الجهاز والمصنع سؤال ليش هاتفي لازم يكون S24 Ultra هذا السؤال جاني من شخص يسألني هكي سؤال فأنا فهمت عليه سؤاله إيش اللي بدي خليني أشتري لـ S24 Ultra هيك أنا فهمت السؤال شوفوا الجهاز رائع بديش أحكي لكم هو أفضل جهاز بديش أحكي لكن بدي أحكي لكم إنه هذا الجهاز متكامل عنده كتصميم تصميم متوازن كبير الجهاز مش صغير للناس اللي بتحب الأجهزة الكبيرة حيكون مناسب جدا للناس اللي بتحب الأجهزة الصغيرة ما رح يكون مناسب بالمرة لكن الشاشة اللي فلات حسيت إنه صار التجربة أفضل ثانيا عنده شاشة ممتازة جدا صحيح فيه شاشات سطوحها أعلى من هذا الجهاز لكن البانيلز اللي بتصنعها السامسونج عن جد مرتبة فالشاشة اللي هون أفضل شاشة من سامسونج والتجربة حلوة بتضيف إنه كمان القلم القلم بهذا الجهاز بتحسه موجود معه هيك إشي طبيعي ناتشرل استخدامه مكانه السوفتوير اللي معاه إشي طبيعي فيه أجهزة بتدعم القلم وستايلس بس مش زي سامسونج الأس 24 ألترا والكاميرات نعم الكاميرات رائعة التصوير ممتاز الفيديو ممتاز الكاميرا الأمامية مش أفضل دائما بعطيك التجربة اللي بدك إياها الإشي اللي ما بحبه بالجهاز إنه البطارية ليست أفضل بطارية ياريت بطارية الانر مجك ست برو هون والشحن تبع الانر مجك هون يطلع بيرفكت خلص مضلش حكي ولكن هل أنصح بهذا الجهاز نعم أنصح بهذا الجهاز يعطيكم ألف عافية أسئلتكم اكتبوا في التعليقات اكتبوا على انستجرام وينما بدكم شكرا في فيديو قادم إلى لقاء